السلام عليكم ازاكم يا رجالة طبعا زعلنين ام اهورين بعد ما مايكروسوفت قررت ان تتبح فريق دانجو جيموركس فقلت عم احمد لازم تخلي تذكر الفريق وتلعب جزئين زي ايفي الوزن بما انها افضل لعابه وكلنا كنا متحمسين للجزء الثالث لكن يبليس للطرفي الشيطان مايكروسوفت كان له رأي تاني وفلوا الفريق والفيديو ده برعاية محلات جيمس تو ايجبت لبقى اي اشياء خاصة للععاب في مصر وفي الامارات فالله بين اللعب جزئين زي ايفي الوزن وهنسترجع اعظم اللحظات فاتفرج للاخر وهشوف ازاي مايكروسوفت دبحت واحد من اعظم فرقة التطوير عندي كلام كتير بصراحة وعايز ادي الاصطورة دي حقها وعايز اخلت ذكره السلسلة لان مش هنشوفها تاني ابدا ولو انت جديد على القناة وحبيت محتوى الفيديو فزبطنا بلايك وايش شراك وفعل زر الجرس بدأت في الجزء الاول وعايز اعرفك ان اللعب نزلت من عشر سنين ومش هعرف لو هسرداني ولا لا بس لما اللعب نزلت اول مرة انا ما حبيتهاش او ما عجبتنيش مش فاكر ليه ساعتها بس لما تذكر ان عيوبها كانت الاخضار التقنية اللي في ريمات نظام الحركة التحكم والتصويب لانك لما بتصاوب اللعبة بتعمل زوم كأنها منظور اول وده بيخليك ما تعرفش تحكم بدقة التصويب فمفيش تصويب حر معاني الجانبلي كان ممتع جدا وعدواني لكن السؤال هاي اللعبة مازات ممتعة وقابلة لللاب وبصراحة كانت شيء اسطوري خصوصا ان اللي شغال عليها هو شينجي ميكامي عمك مبتاكل ريزنت ايفل وخلي بالك ان زيفل وزين وان كانت اخر اللعب اليوم بيخراجها فشيء مؤسف ومايكروسوفت بدل ما ترجع له الشغف وتخليه يشتغل لكن استغنوا عنه بممتاح السهولة المهم يا سيدي كفاية مقدمات ومش هنعيطها العمر اللي راح ايفل وزين كان فيها كل حاجات اللي بيحبها اي لاعب عايز رعب هتلاقي عايز تبقى على عصابك عايز بقاء موجود تصميم اعداء مورف هتلاقي منه كتير عايز دموية وعنفة موجود منه بشكل رهيب اعدوانية في اللعبة ممتحذرش فكل موطة بتموتها كانت بتصبني بالكشعريرة حلوة بتصبني بالكشعريرة دي لا بس بجد فمثلا لما ابو منشار بياطع راسك اوف على بشاعة المنظر او لما تقع في فخ وتنفجر وتطير لمية حتة فالموطات كتيرة جدا وكلها معمولة بضمير او برضو لما بتفجر ادماغة الاعداء وتشوف تأثير الدم وبقايع الحيطان وتسمع صوت فرقعة الدماغ فشعور ممتع ومرعب ومؤرف كمان فتفاصيل كانت خرافية درجة اني بيستغرب من حاكتين ازاي اللعب دي محبتهاش اول مرة وازاي التفاصيل دي متقدمها في 2014 بس ايو انا فاكر ساعات ان نسخة البيسي كان جحيم فانا مليز زنب والله يا جماعة واكيد لو ما كاناش نزلت المشاكل دي فكانت تجربة هتختلف لكن عموما ايفل وزين افكارها حلوة جدا يعني زنب تطوري الشخصية البطل بيحطها على دماغه البتاعة دي مش عارف ايه دي خرارة مش عارف بس فكرتها كانت صيعة والعالم كان مريب ومرعب ضوابية العالم وسودويته والاجواء كانت تحفة تحس انك في قبرك هتبقى ارفان ومخنوق ونفسك تخرج من المكان ده باي شكل هتحس انك مش قدر تتنفس كل لحظة في اللعب هتخليك مش مقز ومكتئب هتحط ايدك لمواغزة في احشاء الجسس هتعمل جراحة لدماغ هتنزل في مستلقعات مليانة دم هتقابل اعداء هتشيبك وطبعا كل التحية للعداء ابو خزنة فلما بتقابل اول مرة كانت لحظة ايكونية اللي هو كيبر جالكم ربو عيالكم بجد ده ورينلي ويل وحرفيها نفسه بعاته عند مايكروسوفت يخلص على كل اداريين فتصميمه كان غريب اللي هو زي يعني وحش رأسه عبارة عن خزنة فكرة عادية بس ما تخطرش عدماغ حد ولما بتخلص منه فبترتاح قرفتني يا شيخ ففيه ابداع مش طبيعي في اللعبة ولاحل انها قطية فانت تخرج من المصيبة هتلاقي نفسك في مصيبة تانية العن تصميم المراحل ممتاز عظيم وعبك ومعالاسف مش هنشوفه تاني مش موجود خلاص هتدخل اماكن اللوانها كئيبة حيطانها معفنة فرقة جرعان تجربة اسطورية والمرحلة بتاعة الاصر قوف على الابداع والشغل الجامد حاجة ما تتنسيش برضو افكار العداء كان فيها ابتكار زي العداء اللي مش بنشوفها ومختفية فكرة بانتلازينة وكان فيه تنوع رهيب في العداء وعندك الزعماء وتصميمهم المرعبة فحجامهم باشكالهم كانت بشعة وعدادهم ممتاز جدا في محتوى اللعبة ضخم ضخم بغباء وكلكم لما بتقابل لورا وبتسمع صرخها يخربت صوتك وصريخك خرمت ودني يخربت الرعب والابداع ولازم تحافظ على معدادك زي الزخيرة وعيدان النار عشان تولع في العداء لما تموت فاللعبة بتخليك متوتر خايفي ان ما بقاش معاك معدات وساعاتها هتضيع لكن لما بتقابل غرفة الايمانة والمراية وبتصيف فانت هنا ترتاح نفسيا مع الموسيقى الهادية فتحس بالسكينة لكن بعدها لما بتخرج فكل شيء هرجع لاصله وهنرجع لنفس المرض وعيب قوي لما اعمل فيديو زي ده وما اتكلم امش على لحظات اسكريبتد زينا يمتهرها بالمطراطر الزعيم على الرغم انها تتعاد كذا مرة بس في كل مرة كنت بلقيها ممتعة ومختلفة والمسيقات الصوتية ما قولك ش كانت ابداع برضو عندك المراحل بتفدى في الافخاخ كنت بعشقها جدا او حتى لماشا للسينماية بتاع انهيار مدينة كان اسطوري اسطوري بمعنى الكلمة شيء موسف ان فريق بالقدرات دي والخبرة فطردوا عليه بالشكل ده فالاخراق كان خرافي وافتاحية اللعبة كانت عظيمة اكيد كان في بعض عيوب زي مثلا مرات اناميشن منظره ببقى عبط واهبل نقطة الجار وان البطل بيتعب بسرعة كانت مدايقان الصراحة برضو مرحلة لما بتروح المدينة حسيت ان اللعبة قلبت لريزننت ايفل سيكس الى ده صوت للشخصيات مش قوي ما عادة طبعا روفيك كان جامد بس في المجمن انت هتحباها وتسامتها بيها على الرغم من سلبيتها ايفل وزين كانت تجربة كراسكية محترمة قدمت رعب ياباني تيل جدا وده مع الاسف مش موجود خلص دلوقتي ومش هتحس ابدا ان عفى عليها الزمن بالعكس افكارها بنا زالت ممتعة وصالبة وعملت كل حاجة صح عملت كل حاجة بيحبها اللعب واللي هام ان عملت كل التغييرات كان نفسنا شوفها في رزننت ايفل واتمنى اكون اتلاح اهل مراضي للاسف انا ظلمتها اول مرة بس برضو انا مليش زنب دخلت على الجزء الثاني والنزل في 2017 بالو السبع سنين مين يصدق لكن اخرج اللعبة هو حد تاني مخرج امريكي شي جيمي كامي عمك وعم عيالك كان قاعد بيتفرج بس وبيشجع بس تواجه الجزء الثاني كان مختلف عن اول طبعا فيه ناس بتفضل التاني عن اول والعكس تماما لكن في العموم التاني كان ممتع جدا الصراحة وصلح على كل عيوب الاول زي التحريك المنزر التقني التصويب الجري حتى يطول البطل بقى افضل وبرضو القصة افضل بكتير جدا والجزء الثاني قدم بيها مفتوحة وفي محتوى جنابي محترم تقدر تستكشف المدينة تقابل زعيم اختياري وتلعب مهمات جانبية فكان مختلف وغيروا حاجات كتير عن تركيبة الاول واللعبة مش بتديك الاسلحة مع تدهم بالقصة ولكن ل لازم تحصل عليها بنفسك مع استكشافك لعالم اللعبة بس خلي بالك اللعب يعرف التوازن صح بين بيها المفتوحة والاماكن الخطية يعني بتحاول ترد الكل لكن المشكلة بالنسبة لان عامل الدموية او العنف حسيت انه قل جدا او مستوان خفض فمسلا تعطيع الاطراف تأسسوا الاعداء بالرصاص مش او الصراحة على الرغم انه دموي بس زي الاول لا اطلاقا فكان دونجريد عن الاول بقول تاني انتشار الدم تفجير اتميخ الاعداء وفرقات اكسامهم موجود ايوة بس مش زي الاول نهائي فشيء موصف انك تشهد حاجات الميزة الجزء الاول حتى لما ابتهت العداء بالتخفي فمش زي الاول برضو ومعرفش السبب انهم يقللوا من عامل عدوانية ما تفهمش من الكلام انه مفيش دموية لا خالص في دموية مش ده قصدي الدموية موجودة لكن مش زي الاول بس كده خلاص خلاص ننهي بقى النقطة دي فالمهم سير التاني فيه حاجات حلوة زي الرعب النفسي خد عندك الوحش ابو كاميرا الاصوات اللي بتطلعها بتخليني مرعوب ومفزوع او الوحش اللي منها وعطي مبتسمة وبتضحك اللي هو بتضحك عليها مرة هنا انت بتبقى خايف تبص عليها اصلا من شكلها المقرف فتصميم الاعداء والزعماء في مده الجنان والابداع شكلهم مرعب شرس الزعمام الصمامين بطريقة ما تتوقعهاش مش هديجي في دماغك ابدا وبرضو ما ننساش اجمل لحظة بالنسباي لما بتقابل احد الزعماء وبرجعك لاحداث الجزء الاول وبتقابل تهات الزعماء كانوا موجودين في الاول بجد كانت لحظة خرافية لحظة اسطورية ابداع وشغل نظيف جدا شغل ج ربي فانا بتسمع الصوت ابو بن شار وبتشوف رياكشن سيباسشان اللي هو انت تاني انت تاني عايز من ايه ابن الكاب دا ما صدقت اخلصته منك مش هعارف اقولك ايه هنا انا حسيت بشعور رهيب كشعريرة ما قولكش حرام والله اللي عن ابو مايكروسوفت على ابو فل على ابو الهندي معلش ما درتش امنع نفسي انا ياسف على ابو الدب ارون هامبورجر يالله بقى عشان تكمل حرام بجد الابداع دا والشغل نظيف يروح على ارض ويتريمي ايه في الوزين تو كان ممتع جدا انا اتمنى انه ما يخلصش هيفجر دماغك حرفيا وفي لحظات كتير هتستمتع بيها و هتفجأك و هتصدمك فالتصويب ممتع تطوير الاسلحة لكرافتينج كل شيء كان محترم ممكن عيوب الوجهتها في اللعبة هو اعداد الزعماء والاعداء على الرغم ان التاني اطول من الاول بس التنوع الاعداء في الاول كان اكتر بكتير جدا كان فيه كمية رهيبة للاسف التاني مفوش الكم ده من الاعداء وبرضه لما السرط الصوتية اثناء مواجهات بعض الزعماء فالاصوات مش حلوة ابدا في الجزء الاول اصوات بترعيبك اكتر من المواجهة نفسها كان فيها زعر كان فيها غموض كانت مزعجة ومخيفة بتأثر عليك وعنفسيتك لكن في التاني الاصوات كانت عادية جدا جدا ممكن المواجهة الوحيدة اللي حسيت اصوات فيها معمولة الضمير هي المواجهة بتاع ثيدورف اللي هو اساسا بيرجعك للماضي او لحداس الاول فدع حبيت اول حب التاني اكيد وبرضه ما حبيتش الاول ليها سبب لكنك حب التاني بكل تأكيد انا عن نفسي في الاول حبيت معركة الزعماء لاجواء الاصوات الر الوحيبة الدموية التنوع الخرافي في المحتوى وتصميم المراحل وفي التاني حبيت التصويب القصة البطل لمحتوى الجانبي الاستكشاف والانيميشن بس عارفه الغريب ان انا كنت بحب التاني اكتر من الاول بس لما لعبت الجزءين دلوقتي ورا بعض شايف ان الاول افضل وطريبا ده بسبب ان مفيش رواب كلاسيكي دلوقتي خلاص انتهى الكلام ده مبقاش في منه وتاني والموجود هتلاقي معمول بمزنية رخيصة زي لون دا درك بص عشان ننهي الخلاف ده الجزءين ممتع وجامدين جدا بس الاول في حاجات مش موجودة دلوقتي خالص لكن اصحك تلعب الجزءين حتى ولاعتهم زمان فاصحك تلعبهم من تاني وتخلت ذكرى فريق تانجو جيموركس وده هي سيد رحلتي مع الجزءين رحلة مرعبة ممتعة بس كانت حزينة ومأساوية طبعا احنا كنا مستنين نشوف جزء تالت لكن الشيطان مايكروسوفت قفل فريق التطوير الناس متخلفة والله العظيم في النهاي احب بس مراعك عن السلسلة ويفضل اللحظات بالنسبالك اللحظات اللي هي مبتنسهاش خالص اللحظات اللي هي الايكونية الجامدة جدا بتحب هنا اكتر الاول ولا التاني وايه السبب انا اسف طبعا لو قليبت عليك المواجع طبعا احنا مش هنشوف جزء ثالث من اللعبة القصصرية دي مستحيل انسى خالص لان مين هيطورها بس ده او مايكروسوفت لو كانوا مهتمين باللعبة كانوا خلوا تانجو يطور جزء ثالث من فترة لكن محدش مهتم بيها ولما الدنيا بدأت تكون اجابية مع الفريق وقدم لعبتين ممتعين جدا جزء واير توكيو واي فاي راش لكن مايكروسوفت عدو الص صناعة روح افل الفريق تخيل الفريق اللي شعلك من بداية الجيل التاسعة هو التفل الفريق اللي بيشتغل اعب مزنيات قليلة هو التفل والمشكلة لما بسيب الناس بتزعل طب مفروض عبر ازاي عموما هو ده الفيديو كفاية حالة دمي جامد بس الصحة كفاية انت عابو الجزءين وايبكو في صمت تقدر تطلب اللعبة من جيمس ايجبت هصيب التفاصيل تحت الفيديو باشتركوا مع مشاهدة او احبات الفيديو ومحتوى اللي بقدموا فعمل اي مصلحة لايك اشتراك فعل الجرس اي حاجة وحشة عملها واشوفكم في فيديو جديد بازن الله